اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم في استراتيجية المملكة 2030 هو أن تكون رابط بين القارات الثلاث بين آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال اللوجستيات البحرية النقل البحري النقل الجوي النقل البري ربط سككي في محيط المملكة وأيضا بالإضافة للربط اللوجستي ربط في الطاقة وعلى هامش المؤتمر أيضا بحث الوفد الاقتصادي السوري برئاسة محمد حمشو رئيس الوفد رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني مع حسن معجب لحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية بحث التعاون التجاري والاقتصادي وأهمية التنسيق بين قطاع الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة بين البلدين واتفق الجانبان على عقد ملتقى قريب لمجتمع الأعمال ومساهمة الشركات السعودية في إعادة الإعمار في سوريا ما نراه اليوم من لقاءات ما بين الصينين والسادة رجال أعمال السعوديين على مستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص شيء يدعو للفخر حقيقة من قبل المملكة العربية السعودية وما تهتم به لدعم قطاع الأعمال في كل الأصعي دعم مستوى الوطن العربي أعتقد أن العالم يتغير بناء على التغيرات الحاصلة في البيئة وأعتقد أن الفرص الاقتصادية بناء عليها يجب أن تبنى على علاقات صحيحة حان الوقت لإعادة بناء العلاقات ولنكن غير متمركزين حول أنفسنا هذا ويقام مؤتمر رجال الأعمال العربي والصينيين وندوة الاستثمارات في إطار منتدى التعاون الصيني العربي وقد شهد توقيع العديد من الاتفاقيات تجاوزت قيمتها العشرة مليارات دولار ويتزامن الحدث المختص بتجارة والاستثمار مع تنام مشهود في حركة التجارة بين العالم العربي والصين والتي بلغت قيمتها الإجمالية أربعمائة وثلاثين مليار دولار أمريكي في عام الفين والثين وعشرين اشتركوا في القناة